أهلا بك، اليوم سنتحدث عن جوجل أدووردز وهي شيء مهم جداً في التسويل الإلكتروني الأول قبل النوقع نفسي مع كميازر من إكسباند كارت الموضوع التنفيذي من شركة إكسباند كارت وزي ما قلنا اليوم سنتحدث عن شيء في منتهى الهمية شيء كلنا يجب أن يكون أي حد ناوي يدخل التجارة الإلكترونية أو ناوي يدخل التسويل الإلكتروني يجب أن يعمل عنها كثيراً ويجب أن يستخدمها وهي الجوجل أدووردز الجوجل أدووردز ببساطة هي البرنامج اللي عاملها جوجل اللي مسؤول عن أنك لو حابت تظهر فيه كلمات بحث معينة فبتدفع لجوجل مبلغ معين قابل الظهور في الكلمات دي وبالتالي قررت أزمر في النتيجة الأولى أو نتائج الأولى في البحث على كلمات دي معينة أو كيووردز معينة اللي أنا مختبئ اللي هي لها علاقة بالبزنس بتالي فأنا بالتالي قدرت أن أزهر في الكلمات البحث دي طيب تعالوا بقى نشوف إزاي اللي قدر نزهر في الكلام دوت وإيه أهمية الجوجل أدووردز بشكل عامل بمنطقة ببساطة وبناء على تجارة الشخصية وبناء على تجارة الناس كتير جداً بالغضو تجارب كتيرة في التجارة الإلكترونية وإدروحها وبعض النجاحات تمام؟ جوجل أدووردز أكد هي الأفضل أو من أفضل المنصات الإقلنية إلا أن تكون الأفضل على الأدووردز نوعاً ما تريد تخليفة محقولة جداً أنها ستوصل إلى الناس الذين تبحث عن المنتج أو الخدمة أو الشيء الذي يقللونه الموقع أو المتجر الإلكتروني وهذا طبعاً بأبسط منطق يأكد أن في غالب فرصة أن الناس تهتم و تشتري أو تتفاعل مع الموقع يكون أكبر بكثير من الناس الذين تشوفون لك أعلان في موقع أو أي شيء من الأعلان التي نشوف هذا الشخص يدور على المنتج وطبعاً هناك شيء الثاني هي النتائج الطبيعية التي تظهر مثل هذا هذه النتائج الطبيعية التي تظهرها جوجل بنفسه يعني لا يوجد مدفوعاً التي لا يوجد علامة الأدو هذه هي طريقة أصعب كثيراً تأخذ وقت أطور بكثيراً ففي البداية ومع مرور الوقت وكبر حاجته لا توقف أبداً للأدووردز لأنها ستبتل منها ويبتل لها كثيراً فنشرحها وببساطة بشكل عملية فنعمل تجربة عملية على موقع ونبدأ نعمل كامل جوجل أدووردز من الألف إلى لي بشكل احترافي ونقول كل الأشياء التي المفروض تأخذ بالك منها فنبدأ بنا لكن قبل أن نبدأ سنقول بعض المعلومات الهامة التي يجب أن تعرفها الأول عن شكل الإعلام في جوجل أدووردز أو المصطلقات المهمة التي تكون عرفة عن جوجل أدووردز ونشرح كيف أصلاً جوجل أدووردز تتظهر الإعلامات دي وتشتغل كيف هناك كثيرة عملية تحدد على أساس جوجل أن تظهر الإعلام الفلاني قبل الإعلام الفلاني الموضوع ببساطة تشتغل بفكرة إلا ذات بمعنى أن سنفترض أن شركة X وشركة Y يتم إعلان على نفس الكلمة على نفس الكيوورد ومثال كلمة الكيووردز عندنا هنا مثال لابتوب مثال لابتوبز نفترض من ذلك المتجرين على الانتمنت والذين يبيعوا لابتوبز والذين دخلوا عملوا إعلان أو عملوا كامبين أو حنات الشغطية على جوجل أدووردز لكي يظهر فيه نتائج البحث الأولى عندما يدور على كلمة لابتوبز مثلاً من الدولة التي تكون في هذا المثال مثلاً السعودية إذا بنفس السعود كم Bevoi في العالم يعني الكيووردزIO الأول أساسية موجودة حاجة اسمها البدري أو البيتس اللي هي المازادات ممكن نسميها مازاد يعني أنا لما بحط إعلان على جوجل بحط بقول أنا مستعد أدفع في الكليك أو يعني كل ما حد يضغط على إعلان بتاعي في جوجل لما حد يكتب الكلمة دي أنا مستعد أدفع لغاية ما يكون نص دولار ده مثلا شركة X طيب شركة Y إلا أنا مستعد أدفع دولار كامل علشان أظنر في الكيبورد دي ده أول عمل اللي هو البدن ببساطة شديدة جدا لو اقترض لكل شيء زي ما هو فشركة Y هتظهر في نتيجة بحط قبل شركة X وإذا ما كانش بي نتائج بحط كاف هتظهر للشركتين ففي الغالب شركة Y بس إلا هتظهر وشركة X هتظهر في كل مرات لازم نحدد دي في كل مرات البحث يعني ببساطة العمل الأول هو البدن إن أنا الرقم إن أنا مستعد أدفعه في كل كلام ده هنشوف هنطبقه عمل فما تلقش بس قد بس معايا الفكرة الرئيسية تمام كده دي أول حاجة دي الفكرة اللي هو هناك طيب أي تاني اللي يتحدد على أساسه بالموضوع ده العمل الثاني يكون حاجة اسمها الكوانيتي سكور الكوانيتي سكور دي هي ببساطة عن جوجل عشان هو لازم يضمن المتصفحي دهور نتائج بحث جيدة ومنطقية وليها عارفة كبيرة من الكلمات اللي تم البحث عنها من الفكرة حتى ولو كانت نتفوعة ده من السياسات بتاعي الكوبيل فعشان كده يعني أنا منفعشي عندي مثلا أكتب أعمل بحث عن لازم سنوفة بتاعملوش لازمش مش هزم كده أخد كوانيتي سكور أولاية تعالوا نشح بسرعة كوانيتي سكور تعملو عشان هي ببساطة الإعلام تمر بين الإعلام بتاعي الكلام اللي موجود في الإعلام و الكلمات اللي أنا مختارها الكلمات الدليلية بتاعتي و الصفحة اللي هيوصل لها الإعلام اللي يسموها اللاننين بيج يعني الصفحة اللي لما العميل هيضغط على الردل بتاع الإعلام بتاعي ده هيشوفها هذه اسمها اللاننين بيج هناك علاقة بتكون ما بين الكلام ده علاقة بمعنى إيه لو أنا مثلا التعلم بتاعي فيه في العنوان بتاعه كلمة لابتوبس يبقى أنا كده حققت الحتة العلمية بتاعلان نفسه متفق مع الكلمات الدليلية طيب والحاجة التانية إن الصفحة بتاعتي نفسها يكون فيها كلمة لابتوبس بشكل واضح يعني بشكل واضح يعني في الطريق يعني عنوان الصفحة نفسه نفسه عنوان الكلمة ده كده أنا أقدر حققت الكواليت سكور عيلي الكواليت سكور بيكون رقم من صف لعشرة يعني تاخد رقم من صف لعشرة لو هو فوق الخمسة يبقى أنت كويس أقل من الخمسة يبقى مش كويس فإحنا دائما عايزين نكون فوق الخمسة ده هو وصلت الكواليت سكور طيب إيه اللي بيجدن؟ فيه طبعا بعد عامل أخرى بس إحنا نكتفق دول لدول الهمين ودول اللي أنت لازم تقرافهم ويكفي وكفيك أنت بعرف دول بس وتنجح في الحياة والتسكور والبيتس فجوبل على أساس الاثنين اللي عاملين دول بتحدد تصغير الإعلام بتاعك أو المرتبة وعلى المراتس جول يتظهر فيها الإعلام بتاعك فلا واكنا مثلا شركة اكس كان عامل فيد الفاكرين المزاد ده هو قال إحنا قلنا شركة واي تتعاملة إنها تدفع دولار بس وشركة اكس كانت عامل معدد فيها نص دولار لو شركة واي تتعاملة تسعة وشركة اكس تتعاملة خمسة أطبعها فغالبها من شركة اكس ستزد اللي عامل بيتس قال يعني لو أنت عامل بيتس عامل جدا وعمل بيتس قليلة من مزاد بتاعك العطب صغير على الكلت تمام برضه ممكن تتظر في متأكب بحث عليها أو تتظر أعلى من اللي عامل بيتس كبير كمان لأنك عامل بيتس عامل هذه الصفحة والإعلام مختلفة بصعته بشكل جديد فهذا الكواليكس الأخير اللي يجب عليها علاقة لأنه ليس بالرنك أو بظهور الإعلام بعدد مرات الزجور أو بحاجة الزجور الإعلام هي البجت أو الإنزانية اليومية تتحمل من الدعاية تتحمل الدعاية أو بجت أو بجت حمل الدعاية لو حاطة عشرة دولار في اليوم مثلا هي عدد مرات الزجور الإعلام هتكون أقل من لو حاطة عشرين وهتكون وهكذا ولو حطنا ثلاثين أو بسين في اليوم تمام؟ كل ده في اليوم تمام؟ أي مكان الرقم المختارة بيزيت ويجبر حجم الزجور ليس الرائد تمام؟ عدد المرات بتاع الزجور بتاعك بتبقى أكثر بكتير كل ما نزود البجت وإن هنشرح البدد بشكل عامل ده نقولنا يا الكمبيين ونقول تبدأ ببجت كامل وكل شيء طيب كده إخنا خلصنا القواعد الأساسية بتاع الجوجل أدور بس هنضيب بس حاجة تانية يعني جوجل أدور سياد بواسطة شديدة جدا كل ما لو عامل كاملين مصبوطة وعندك العامل الجادب الكافية في الموقع أو مادجر بتاعك فببساطة شديدة جدا كل ما هي تزود تدي جوجل فلوس أكتر كل ما هيجي لها في عملاء أكتر فهي الموضوع دون التهنة البساطة بي عن تجاربي الشخصية وعن تجارب كتير جدا من الانترنت ماركتر أن جوجل أدورس من حاجات الواقعية جدا جدا فهنا بدون ننسع بأنك تستخدمها بس بشكل مضبوط سوف نذهب إلى اللابتوب ونرى كيف ننفذ الكاملين بشكل عام نبدأ بقى ونرى كيف نستطيع نعمل الحملة التسوقية الأولانية بتاعتنا على جوجل أدوردس تمام وده الموقع موقع أحد العملاء في اكسباند كارت مختص في بيع الجوالات وملحقتها تمام ونبدأ نعمل حملة الإعلانات بتاعتنا دي على هذا الموقع ونرى كيف ننفذ الكلام بسهولة جدا حسنا حتى تعمل حملة دعائية على جوجل أدوردس أول حاجة بتحتاج تعملها انك بتفتح أكاونت على جوجل أدوردس تمام أكاونت بالجيميل بتاعك ما بتحتاجش في أي فلوس أو أي شيء في البداية تمام فعشان تعمل ده بتكتب بس على جوجل جوجل أدوردس أو تكتب كلمة أدوردس بس وهتلاقي في نتائج البحث جوجل أدوردس فبتضغط عليها ويتدور على الزر الخاص بالساين أب أو تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد وزي ما قلنا لو عندك جيميل هيتعمل الحساب على الأكاونت بتاع الجيميل العادي بتاعك بعد ما بتفتح الأكاونت ده بيكون طبعا ده أكاونت في بعض الإعلانات الشغالة بالفعل فعشان كده في بعض البيانات لكن إنت أول ما تفتح الأكاونت مش هتلاقي في كل الحاجات دي فإحنا يلا بينا نبدأ ونشوف إزاي هنعمل الكامبين الأولانية بتاعك منضغط على زر الكامبين ونختار نوع الكامبين بتاعنا تمام ده إن إحنا كده هنعمل كامبين جديدة فزي ما إحنا شايفين هنلاقي فيه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس أنواع أو ستة أنواع من الكامبينز اللي بتوفرها جوجل أدورز تمام السيرش نتورك إحنا هنقول الحاجات المهمة أو الأكثر شيوعا والأكثر استخداما والأفضل بشكل عام هي أول حاجة السيرش نتورك والديسبلاي سيلكت دي معناها الظهور في نتائج البحث اللي إحنا شفناها بتاع الجوجل اللي هو المسال اللي إحنا شفناه زائد كمان إن الإعلام بتاعك يظهر في مواقع ذات صلة في الشبكة الخاصة بجوجل زي يوتيوب مثلا أو الجيميل أو مواقع كتير بقى من المشتركين في نظام الأدسنس ودول مئات الألاف من المواقع من حولها على كل وده اللي اسمها سيرش نتورك والديسبلاي تسيلكت وبعدين في عندنا السيرش نتورك أونلي إن أنا أظهر بس في الإعلانات بتاعت في نتائج البحث اللي هو المسال اللي إحنا شفناه فديه طبعا هي أفضل حاجة بتقدمها جوجل وبعدين إن أنا أعمل ديسبلاي نتورك أونلي إن أنا أعمل إعلان يظهر بس في المواقع ذات صلة تمام فإحنا هنختار السيرش نتورك أونلي لإنها دي اللي إحنا بننصح باستخدامها في البداية الديسبلاي مهمة ومفيدة وفي شركات كثيرة بتستخدمها وممكن نعمل لها فيديو تاني لوحده بس لو أنت بتدور على مبيعات ورو اي او ريترن اون امبسمنت يعني بتدور على مرضود جيد للإنبسمنت أو الاستثمار اللي أنت بتعمله في حملة الداع بتاعته في جول أدورد فابدأ بالسيرش نتورك بدون شك سيرش نتورك أونلي ما تخطش الديسبلاي بعد كده عندنا كامبين نيم فحنا هنا هنختار اسم للحملة الدعاية دي فحنا مزع ممكن نسميها باسم الموقع على سبيل المثال تمام ونعمل الكامبين في عندنا هنا استاندرد والفيتشرز تمام فأنا بختار عادة الالفيتشرز تمام عشان بيكون فيها كل الخصائص بتاعة الإعلان وممكن برضو نختار الستاندرد زي ما تحب الستاندرد هتلاقيها أبسط خلينا نعمل في المثال ده على الستاندرد بعد كده بنكمل هنا عندك فيه بيقولك ان هل بتحب ان الاعلان بتاعك يظهر في جوجل سيرش نتورك سيرش نتورك دي مواقع تانية مشتركين في الادسنس وبيحطوا البار بتاع البحث بتاع جوجل داخل الموقع بتاعهم ويتم البحث عليه انا ما بنصحش ان انت تفعل دي فانا مش اختارها وهقول اني مش عايز الاعلان بتاعي يظهر فيها في النتائج دي وده الاسباب كتيرة ممكن نبقى نعرضها بعدين بس انا بفضل ده كده انت الاعلان بتاعك هيظهر في البحث بتاع جوجل وهو ده اللي انت عايزه ما انتش عايز يظهر في حاجات تانية وناس تانية تبتدي تجيلك زيارات مش مزبوطة او مش هتفيدك في حاجة تمام بعد كده بنختار الدولة تمام فاحنا هنا هنختار الدولة اللي بيتسوق فيها الموقع دوت فهي السعودية بعد كده بيقول لي اختار اللغة فنختار العربي والانجليش وبعد كده في عندي manual cost per click enhanced والenhanced cost per click اعلم على الانhanced cost per click دي لان دي ببساطة ان جوجل بتعمل بعض العمليات على الاعلان بتاعك عشان تجيب لك اعلى نتيجة ممكنة من الميزانية بتاعتك تحقق لك اكبر نتائج ممكن فطبعا خليها متعلم عليها تمام واختار واختار manual cost per click زي ما احنا كده وبعد كده هنحط ال default bid او ال bits زي ما احنا قلنا بقى عليه اللي هو الرقم اللي انت مستعد تدفعه علشان مقابل ال click الرقم دوت مش هو اللي انت هدفعه بالفعل في الغالب بيتدفع رقم اقل منه واحيانا الكثير بيكون اقل منه كتير فانت بتحط رقم للمنافسة ان انت عندك استعد تدفع لحد كذا في click فاحنا مثلا ممكن نحط خمسة هنا دي بالجنيه المصري فتبقى خمسة جنيه مثلا تمام وبعدين تيجي تحط ال budget او daily budget اللي هي الميزانية بتاعتك اليومية وانا بنصع انك تبدأ بعشرة دولار ما تعملش رقم اكبر من ده بكتير وما تعملش رقم اقل من ده بكتير عشرة دولار ده ميزانية جيدة للبداية عشان تقدر تجرب وبالتدريج تقدر تعلي ال budget بتاعتك حسب الحاجة في بعض الحاجات هنا اللوكيشن وانا اضع ال links في الحاجات دي مهمة ومن الافضل ومن الجيد انك تعملها تمام فانا اختار منها حاجة واحدة اللي هي مثلا عشان بس نشوف المثال ال call انا لو اخترت ال call دي معنا كده ان انا بظهر بضيف رقم تليفون وبيظهر في الاعلان في نتيجة الاعلان بتاعي ولو حد بيدور من موبايل لم مجرد ما بيضغط على زرار ال call بيقدر يتصل بي فدي مثلا حاجة من الحاجات اللي ممكن تضيفه تمام فلو انت اونلاين سنور وعندك رقم تليفون فطبعا انا انصحك انك تضيف ال call تمام بعد كده في مثلا اللوكيشن انك بتحدد اللوكيشن بتبتدي تحط اللوكيشن مثلا بتاع موقع بتاعك مكان المتجر لو انت عندك المتجر الالكتروني ومتجر موجود بالفعل في مول مثلا او في شارع معين بتبتدي تحط اللوكيشن بتاعه كمان ويزهر وبعض الاشياء الاخرى بس دول هم اهم حاجتين في برضو السايت لينكس دي مهمة ان انا ابدأ احط الاعلان وحط فيه لينكس احط روابط اخرى يعني الاعلان ده مسلا لصفحة القسم معين بس انا هحط بعض الروابط الاخرى العامة ده برضو حاجة من الحاجات الجيدة اللي ممكن تعملها انا مش هعمل حاجة دلوقتي عشان تبسيط بس الفكرة وان الاعلان بتاعنا يكون بسيط طيب هنا بيقول لك ايه عايزين تحط الاندينج بيج او الصفحة اللي انت بتعلن عنها تمام فطبعا كتير من الناس هيبدأ يعمل على طول هيفكر انه هي الصفحة انه هيحط الصفحة او الرابط رئيس بتاع المتجر بتاعه ويبدأ يعمل الاعلان وده غلط جدا الصح انك كل ما الاعلان بتاعك كان تارجتد كل ما كانت تكون نتايجه اكبر يعني ايه يعني حدد اعضاء الدنيا واحدة واحدة لغاية لما توصل لصفحات بسيطة مفيهاش حاجات كتير بحيس ان الاعلان بتاعك يكون خوف فانا مثلا في المثال ده وده اللي بنصح بي في لأي حد بيعمل اعلانات لموقع لمتجر الكتروني بالذات تمام انك اعمل اعلانات عن الاقسام يعني انا مثلا هبدأ بقسم الاغطية ده اغطية الموبايلات اللي هو هنا في اجهزة آآ ذكية ملحقات واكسسورات وليكن مثلا ده ده كده قسم الملحقات والاكسسورات بتاع الاجهزة الذكية على سبيل المثال تمام فانا لما هعمل الاعلان هعمل عن ده او هعمل عن ده عن الأقطية ده أفضل والقسم الثاني ده أنا ممكن أقسمه القسمين وهكذا الهدف إنك خلي الصفحة دي فيها حاجة محددة حاجات محددة جدا بحيث تكرين الكواليت سكور اللي حكينا عنها عشان أقدر أخلي في كلمة معينة في الإعلان متسقة مع الكلام الكلمات الدليلية اللي أنا هستهدفها ومنتسقة خمان مع المحتوى اللي موجود في الصفحة اللي هيروح عليها العميل فلازم أراعي الثلاث حاجات دول عشان يبقى كواليت سكور عالي وعشان كمان العميل اللي كاتب على السيرش غطاء آيفون مثلا تمام في جوجل تمام لما يدخل يلاقي أقطية الآيفون مباشرة كده في فرصة أنه يشتري لكن لما يدخل يلاقي الموقع باحتمالية أنه يدور جوه ضعيفة الأفضل هو أنه يلاقي على طول اللي هو يدور عليه صح والله فعشان كده هنعملها كده فأنا كده جبت الصفحة دي فده كده الرابط اللي هستخدمه في الإعلان خدته من فوق وهضيفه هنا ونلاقي بقى أن هنا جوجل كمان بيعمل بعض الحاجات أنه أحيانا بيطلع لي أفكار عن الإعلان بتاعي ده يعني بيطلع يختار كيوورز أو حاجات زي كده تمام فإحنا هنا هو ما طلعش نتائج تمام فإحنا نضيفها بنفسنا في بعض الأحيان بيطلع وفي بعض الأحيان ممكن ما يطلع عشان نتائج ما تفرقش كتير معنا تمام؟ بعد ما بتروني بعد ما الحاملة الدعائية بتاعتك بتبدأ أصلا بالفعل جوجل بيبدأ إبعادتك محترحات كتير جدا طيب ثم يستطيع إن احضر هذه الوصفهات كمبينة تحتيها توضع لها أو مجموعة إعلانات أو مجموعة إعلانات التي هي احنا مثلا سنأخذ لوقتي مجموعة إعلانات عن أغطية الآيفون في هذا الموقع يعني نأخذ مجموعة من الإعلانات عن أغطية الآيفون بعد ذلك نأخذ مجموعة إعلانات عن الملحقات مثلا أسلاك الهواتف الكونيكتورس تحتالى الهواتف تمام وبعد كده هنعمل اد جروب تاني عن شواحن وباتريات وهكذا تمام فدي الاد جروب اللي هي مجموعة من مجموعة الاعلانات اللي هي بتكون الصفحة المحددة مثلا اللي انا هترجيتها دي فابتدي اعمل اد جروب كده ما حطش الكمبين واعمل اد جروب واحدة حط فيها كل الحاجات دي ماينفعش لازم الاد جروب مش ماينفعش فن تقنيا ينفع لو عملتها جوجل مش هيقولك لا بس كده الاعلان بتاعك مش هيشتغل كويس فعشان كده قسم الدنيا واحدة واحدة ده مش بس كده كمان احنا كمان انا هقولك انك كمان لازم بتعمل اب جروب لبعض المنتجات اللي بعينها يعني تعمل اعلان اللي صفحة فيها منتغ واحد بس فاهم وتختار كلمات بحث يعني مثلا اليكن ده ده غطاء للايفون فانا ممكن اعمل اعلان للمنتج ده بس اب جروب للمنتج ده بس صفحة بتوادي على المنتج ده فقط وهكذا طيب فاحنا عملنا هنعمل دوقتي الاجروب وهنسميها فعشان نسميها بشكل منظم بقى فانا هسميها ايه اللي هي الاغطية فانا هسميها اغطية بالعربي اغطيت جوالات طبعا ممكن اسسميها بالعربة والانجلوه زي ما اعايز هو بيراجع معي هنا الميزانية وبعد كده بقى بيقول لدخل الكلمات الدليلية اللي انت عاوز تغهر فيها تمام هنبدأ بقى نشوف الكلمات الدليلية دي ونجيبها ازاي بابسط طريقة فيه طرق كتير بس احنا نبدأ بابسط طريقة فاحنا هنكتب كلمة اغطاء ايفون على انها تبقى كلمة دليلية سوريا ما جاتش هنا مضبوطة وبحطها هنا عشان جوجل يديني افكار عن الكلمات الدليلية اللي ممكن احطها فاحنا هنشوف الكلمات الدليلية اللي هي علاقة مباشرة بالصفحة يعطيش حاجة بيه ده تمام يعيسو اقوم جوالات جوالات لأ مش ده اللي انا عايزه اكسسورات بكلمة عامة اه اتش تي سي لأ ده مش اللي انا عايزه لكن جراب ايفون اه طبعا تمام فدي نشوفها كده ونقول له وريني التمانية كيوردزون فنلاقي جراب ايفون سيكس وجراب شاحن ايفون فانا مثلا جراب شاحن ايفون دي انا مش عايزها جراب ايفون سيكس الاصلي جراب ايفون سيكس جراب زهبي تمام هو ده بالزبط اللي انا عايزه فهقول له اد تو كامبين وبكده بيبقى ضفالي وعملها لي في اد جروب تانية مسميها هو جراب ايفون تمام انا ممكن امشي على الاقتراح بتاع جوجل فانا بالحالة دي هروح لاغي دي ومكتفب دي وهضيف عليها كلمة اغطية ايفون اغطية ايفون وبكده انا كده عملت الكامبين ابدأ الكامبين الاد جروب الواحدة المفروض تبدأ بعشرة لعشرين كلمة تمام لا مش اقل من عشرة وفي البداية اللي افضل نك مزاوس عن عشرين كلمة ده للاي فاحنا تقريبا بالوقتي عدينا العشر كلمات فكده ده كويس طبعا تقدر تستمر في البحث وتبدأ تشوف المقترحات الاخرى وتلاقي حياة كتيرة مناسبة وتقدر تضفها في مثلا الكافر للايفون دي انا برضو ممكن اضفها وهكذا تمام زي ما انا شايفين جوجل مقسم عشان نفهم فكرة التقسيم لما بضيف حاجة زي كده بيحطها لي في اد جروب تاني يعني حتى بتاعة الكافرات صفحة بتاعة الكافرات الايفون هو بيفض يعني عايزني اعملها في كذا اد جروب وده برضو مش وحشو تمام بس انا بشوف لو هي قريبة قوي فانا بالافضل عشان الكامبين بتاعتداش معادة ان انا خليهم في نفس الكامبين فانا هاخد الكيورز دي كده كوبي وهضفها هنا وهامزح دي وبكده انا عملت خلاص دي اول بعد كده بيجي بقى مرحلة ايه الاعلان بتاعي نفسه الاعلان اللي هو النص اللي هيظهر فيه محرك البحث وامي دينا اول مثال طيب هنبدأ الاول هو بيقول لي الرابط فانا هحط له الرابط دوت الجواب تاع الصفحة اللي احنا بنبع بالعلان عنها وبعدين الهيدلاين او عنوان الاعلان فانا مسلا طبعا ده اركز فيه فكر فيه براحتك جدا واكتب حاجة جذابة جدا تمام فانا هقول مسلا افضل كافرات ايفون السعودية طبعا احنا هنا لمتت بعدد معين من الاحرف تمام فانا عشان كده ما ندرش نكتب كلام كتير وده مظبوط فهو بيورين هنا الشكل هيبقى عامل ازاي بعد كده الاسعار المنتجات بتاعتك اللي انت بتعملها فمسلا بنقول ايه المفروض طبعا انك بتشوف كده بعض المزايا اللي عندك فانت عندك مسلا هنا مسلا نلاحظ ان فيه كافرات مميزة عليها رسومات واشكال وحاجات زي كده فاحنا ممكن نقول كلمة عامة عن الكلام دوت اشتركوا في القناة طبعا ايا كده انا عايز بس اضيف كلمة توصيل سريع فانا هلاجع بقى كده كافرات ايفون بجودة عالية فبدل لي تناسب احتياجاتك ممكن نقول لي تناسبك واسعار رائعة على توصيل مجالي ده كده بقى شكل الاعلان افضل كافرات ايفون في هنا كده في خطأ في كلمة ايفون ايفون في ايفون السعودية افضل اسعار توصيل فوري لباب المنزل وكده شفنا شكل الاعلان بتاعنا وعملنا الاعلان الاولاني فبقول له كرية الاد في هنا حاجة داخلة مش مزبوطة فنراجع ونشوف هنا في عندي زيادة في الاحرف فاحنا كده ضبطناها ونقول له كرية وعملنا الاعلان طبعا في الاد جروب بقى دي بقى حاجة كويسة انا مش لازم احط اعلان واحد الاعلان النصي نفسه لنفس الصفحة مش لازم يكون اعلان واحد بل بالعكس الافضل نكون اكتر من الاعلان فانت المفروض تفكر في كذا فكرة وكذا بسئلة هتقولها في الاعلانات بتاعتك وتعمل اكتر من اعلان لنفس الكلمات الدلالية في نفس الاد جروب دي لنفس الصفحة بحيث ان افضل اعلان منهم جوجل هيزيره اكتر الاعلان الافضل بمعنى الاعلان اللي جوجل هيلاحظ ان ده بيستقبل كليكس او كبسات او ضغطات عليه اكتر من غيره بيظهر بشكل اكتر من الاعلانات التانية فاعمل تنوع في الاعلانات بتاعتك بانك تحط اكتر من اعلان بس عشان الوقت مش هنحط هنا اكتر من اللي احنا وصلنا الفكرة فده كده الاعلان الاولاني وبعدين كده هقول له save and finish فأنا كده عملت الحملة الدعية بتاعة الكابرات الايفون للموقع بتاعي وهكذا ابدأ بقى دلوقتي اضيف انا عملت خلاص الكامبينة اقدر اضيف add group وابتدي احط كلمات دليلية اخرى واختار صفحات اخرى ومنتجات اخرى في موقعي علشان اعمل عنها الاعلان كل ده اللي احنا بنحكي ده كله مهما زودت add groups او الاعلانات البوجت بتاعت خلاص انت حدثتها انها رقم معين تمام فانت مش بتغير البوجت يعني الكامبين دي انت مهما زودت الاعلانات انت خلالك كده ما بتزودش البوجت طبعا لو انت زودت الكيوردز جدا والكيوردز هي اكتر حاجة اكتر عامل هيأثر في ده هتلاقي جوجل بيقولك ان انت ممكن تزود البوجت فتحصل على زيارات اكتر تمام لكن ده مش هيزود يعني مش هيعمل زود التكلفة فانت ضيف اعلانات بنفس البوجت دي زي ما انت عاوز لكل الصفحات وكل المنتجات اللي عندك في الموقع ما تسيبش ولا صفحة فيها منتج وفيها حاجة كويسة عندك الا وتعمل عنها اعلان بعد ما تعمل عن كل الاقسام ومش بتكلم انا كمان على الاقسام الرئاسية انت بتعمل عن الاقسام الفرعية او فرعية الفرعية يعني خليك في اضيق الخيارات بحيث الاعلان بتاعك يكون مؤثر وكمان بعد ما تعمل ده نقي بعض اهم المنتجات عندك واعمل عنها اعلان لوحدة يعني من لها ادروب لوحدها اهم المنتجات عندها او الحاجات اللي فيها عروض او المميزة وبعد ما بتشغل الكامبين بتفضل بقى تتابعها وتحسن فيها بشكل اه مستمرة دي عملية لا نهائية بقى اه مفروض توا تشغل فيها على طول تمام وده بيتم من خلال بقى جوجل ادورز انها بيشرح لك بتلاقي بقى هنا بعض المعلومات اللي ممكن نعدي عليها عشان نقدر نفهمها هنلاقي مثلا عندك هنا الابرج كورس بير كليك اللي هي دي دي اللي هي متوسط التكلفة اللي انت بتدفعها على كل كليكة يعني كل ما مرة حد بيدوس على الاعلان بتاعك بتدفع كامل ده الكورس او اجمالي اللي انت دفعته حتى الان في الاد جروب دي تمام هنا الكونفيرجن ده لو انت بس ده بيحتاج عملية ربط كده بالمتجر بعملية بسيطة مش صعبة ممكن برضو نبقى نغطيها في احد الفيديوهات بس ده بيحسب عدد بقى مرات الشراء اللي تمت من على لو احنا بنكلم على متجر الكتروني مثلا تمام فبتقدر من خلاله تعرف مرات الشراء اللي تمت من خلال الاعلان بتاعك ده تمام وبيحسب لك كمان تكلفة كل مرة شراء كانت بكام وبعض المعلومات الاخرى تمام وهنا طبعا دي معلومة مهمة اللي هو اللي هو اللي احنا حطناها اللي احنا قولنا عليه في الاول وحطناها فهم وضحوا لك هنا وتقدر في اي وقت تتعدله بالضغط هنا لما تحس انك محتاج تعدله بعد اول ما تبدأ الكمبيون بتبتدي النتائج بشكل يومي وكل اثباط شوف ايه اللي ممكن تحسنه ممكن تشوف ان اللي ممكن تحسنه هو الصفحة صفحة نفسها او انك محتاج ان الاعلانات فيها اقبال وتم حصل وحصل بعض المبيعات فانا كده المفروض ازود البودجت ازود الميزانية بتاعت الحملة او ان الاعلانات بتاعتي ما تظهرش بشكل جيد فانا كده لازم ابتدي اركز 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 في ان انا حسن الكواليت سكور اللي اتكلمنا عنه واني انفع البديل انا عارف ان الجوجل يعني قد تبدو معقدة والمعلومات بتاعتها كتيرة وهي من اصعب المنصات الاعلانية على الاطلاق لكن هي برضو من افضلها فانت ابدأ انا حاولت ابسط الموضوع الى اقصى درجة ممكنة وان شاء الله يكون اللي احنا قلناه ده كافي لانك تبدأ ومع الوقت هتبدأ تفهم الحاجات دي وسألنا وتشوف على الانترنت هتلاقي ناس كتير هبتتكلم برضو غيرنا هتلاقي معلومات كتير ابدأ وهي الخطوة الاولى هي انك تبدأ بالتوفيق وما تنسوش تسألونا وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة بتاعتنا على اليوتيوب وما تنسوش برضو تزوروا موقعنا expandcard.com علشان لو حابب تعمل تبدأ التجارة الالكترونية وتعمل متجرك الاكتروني ف expandcard.com هي ان شاء الله المنصة الافضل اللي بازن الله تقدر من خلالها تحقق احلامك في عالم التجارة الالكترونية عشان بلمى فيها من مزايا وخصائص كتير جدا. وطبعا بتوفر حساب تجريبي مجاني خمسة وستاشر يوم. فان يا ريت لو تشرفونا بفتح الحساب التجريبي. شكرا ونشوفكم فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.